اشتركوا في القناة الهمة وبيها الرسالة بعرف كتير ناس ممكن ما بحبوا يقولوا انه هاي رسالة ولكن هي ما فينا نزيح عن قصة انه فيها عطاء من القلب وفيها يعني تفاني من القلب ايضا رانيا مهنة التمريد او التمريد هي مهنة بس هي مهنة مش لكل العالم الاشتر والاسكع والاحسن بس فيه كون ممرد او مرضى لانه فيها هالقدة تحدي مش كل العالم فيه نكونوا على مستوى تحدي بجعب عيد الاسكع والاشتر والاحسن بس فيه كون ممرد او ممرضى رح منحكي عن تحديات ورح منحكي ايضا عن حقوق وواجبات الممرد بلبنان تحديدا ودور النقابة خلينا نبلش بدور النقابة اليوم اداة مهمة لحتى تدعم التحديات وتصحح الاخضاء دور النقابة كتير مهم والنقابة بتلعب دورين اول دور اكيد هي تحمي حقوق المرضات والمرضين في لبنان تحافظهم على حقوقهم ودل تحصل حقوق جديدة وتاني دور يلي هو الاهم انه تحمي الشعب اللبناني كيف يعني تحمي الشعب اللبناني يعني تأكد انه نحنا رح يكون عناية تمريدية مثلة او الافضل لانه التمريد هو القلب النابض للقطاع الصحي اذا ما في تمريد امين ما في صحة بالبنان منشان هيك نحنا مشينا السنة بالحملة اللي هي كتير كبيرة نثقوا بكم لانه من الثقة بيطلع الامان واذا عنا ثقة في عنا امان ونحنا لما نروح على المستشفى وين اكتريت المرضات والمرضين بيشتغلوا بس هن شغلهم مش بس بالمستشفيات منكون بحالة نحنا ما فينا ناخد اي قرار اللي بدوا ياخد القرار هن المرضات والمرضين عنا اذا ما عنا سقفين كيف نسلمهم حياتنا او حياة عز اشخاص لقلنا دكتور اذا بنا نحكي عن دورهم والقرارات اللي هن لازم يخدوها نفتكر نحنا انه هن دورهم بس محدد بمساعدة الطبيب او بمراءبة المريض ولكن بفتكر انه هن عندهم دور اكبر من هيك وقراراتهم ممكن تكون كمان اكبر من هيك خلينا نرجع نعيد شوي هيك نوع من توعية للمشاهدين شو دور الممرض بالمستشفى اي قرارات بيقدر ياخد ورح منحكي كمان عن تواجده بغير اماكن انا بشكرك على هالسؤال الكتير مهم ومنحب نوضح شغلي الممرض والمرضى مش ربع ولا نصف ولا تلاتة ربع حكيم ولا مساعد حكيم مهنة التمريض هي مثل مهنة الطب مثل مهنة الصيدلي مثل مهنة الفيزيو ثيرابيست كلنا سوا نشتغل لمصلحة المريض يلي هو او الانسان الصحيح يلي هو بالنص بس مين بيلعب دور رئيس الأوركسترا الممرض والمرضى ليش؟ لانه هنة 24 على 24 366 يوم موجودين على الأرض دورهم كتير مهم لانه هنة على تواصل مع المريض او مع الشخص ومع عائلته نحنا بالتمريض ما منتطلع بس على المرض نحنا منتطلع هوليستيكلي المريض جسديا ونفسيا ومعنويا ومنتطلع على البيئة تبعه لنقدر نحضره من اول ما يفوت على المستشفى ليطلع على البيت او لانه قلتلك المرضات والماضين ما بيشتغلوا بس بالمستشفى دورنا الاهم هو برات المستشفى بالتوعية والتثقيف كمان هونيكي كل التوعية والتثقيف بده تكون معطية بطريقة ناخد بعين الاعتبار بيئة الانسان مستوى العلمي تبعه ليقدر ينفذ هالقصص هولي ودل صحته منيحة نحنا منقول مشان هيك منقول الاستثمار في التمريض يؤدي الى خفض الفاتورة الصحية وهيدي شغلي عم نعيده ومنعيده خطوصا هلأ نحنا منشتغل على ابواب موازنة وطلع السرخة منقل لهم استثمروا بالتمريض بتخفضوا الفاتورة الصحية كيف تتخفض كيف تتخفض وهيدا مش شعر فيه ابحاث بالبنان وبالعالم بيّنت نحنا كل ما كان مستوى التمريض عنا أعلى كل ما خفت الأخطاء كل ما الكمبيكيشن مع المريض خفت كل ما لهالإنسان طلع أسرع كل ما الفاتورة الصحية كانت أقل وهيدا بويك بوء التمريض المنزلي اللي نحنا عم نشتغل بالنقابي كمان هلأ إننا نقدر نظمه لأنه أكيد التمريض المنزلي بيكلف أقل وبيكون الإنسان مرتاح أكتر لأنه هو بين عائلته بتخته ببيته وبيكلف الجهات الضامنة أقل على كل حال يعني فيه ناس إجباري إنه يكون عندهم ممرض أو مرضة بالبيت هيدا ما أنه خيار يعني لح بيكون فيه أوضاع مجبور هالشخص يطلب ممرض أو ممرضة كمان بالبيت إذا بنا نحكي أيضا عن الأخطاء خلينا نحكي شوي عن الأخطاء بما أنه عم نذكر طريقة العمل الصحيحة والمثالية للممرض بيصير أخطاء وطبعا كل إنسان من لا يعمل لا يخطئ فقط أكيد بس فيه خطأ عن خطأ بيفرق اليوم دور النقابة بمرأبة هالموضوع كيف بيكون وكيف بيطبق على الأرض هلأ أكيد اللي ما بيشتغل ما بيخطئ بس كمان نحنا هون بحب دوي قبل ما أقول كيف نحنا منتعاطى مع الأخطاء لأنه نحنا ما منقبل أبدا أنه يكون فيه أخطاء لأنه الخطأ التمريدي هو مش على ورقة بتتزبط أو برنامج كمبيوتر بتتزبط هيدا نحنا عم نتعاطى مع حياة العالم بس دايما نحنا منسمع ويمكن أنت كمان تسمعي أنه الممرض أو المرضى شو هالوجلم كيش ما بيردوا علينا مندقلهم ما بيجوا العمار أشياء معنوية أكتر ما هي أشياء طبية وحتى أو أشياء صحية خلينا نقول أنه لما ينحط عدد مرضى عشرة واثناش وخمسة عشرين على كل مرض ومرضى أكيد ما رح يلحقوا وهون بطلب من الشعب اللبناني حقكم بعناية تمردية ممتازة حقكم أنه لما تفوتوا على المستشفى أو تروحوا على حياة المكان لتطلبوا العناية التمردية تقعد معكم يقعد معكم الممرض ومرضى ويشرح لكم بس لا يقدروا يعملوا هيك بدي يكون في عدد مقبول من المرضى يلي هني تحت رعايتهم هلأ نحنا شو بنعمل بالنقابي في عنا مجلس تقديبي هالمجلس التقديبي بيجي شكاوة من محلين من العالم أو من حيالة مستشفى عم تتشكى عن مرضى أو ممرض أو أوقات المرضات والمرضين كمان بتشكوا على أصحاب العمل ونحنا لما نتطلع على هالشكوى هاي دي نتطلع عليها من 360 درجة يعني منستمع لصاحب الشكوى منستمع للمشتكى إليه وفي عنا مجلس تقديبي مألف من دكاترا بالتمريد مألف من أساذة مألف من مرضات ومرضين نبحث هالأمر من جميع النواحي بس تقدر أوطاره لإدارة المستشفى أو طبيب ما يعني هون صلاحيات كنوا بتوصل رانيا نحنا نقابة والنقابة يعني هي جهة رسمية وأكيد نحنا بدعم وزارة الصحة بدعم الدولة مقدر نوصل للمخطة مين ما كان هالمخطة وهون بيصير في إجراءات قانونية أكيد أكيد كتير كمان بيصير شكاوى مثل ما ذكرنا بأشياء معنوية نفسية منشوف ببعض الأحيان طبعا معا من عمم وطبعا نحنا دايما منرفع القبة على كل ممرض وممرضة على هالعمل المدني اللي بيعملوا ولكن بنوع من تصرفات معينة ذكرت هيك أنه أوقات بيكون فيه وجه عابس أوقات بيكون فيه هيك نوع من عن عدم الرضا عن العمال أوقات بيكون فيه ضجيج كتير بالمستشفر رح نفوت هيك شوية تفاصيل أوقات بيكون فيه كلام عن المريض يلي مش مفروض يكون موجود بين الأكيب يعني هالأمور هاي هي تعد أخطاء وبيقدر اليوم المواطن إنه يتشك أو يطلب تحسينها أكيد لأنه في عنا بالتمريد مش بس الأعكت في عنا الشي اللي اسمه يعني يلي لازم واحد يعرف يحكي مع العالم يتصرف مع العالم نحنا بنشتغل مع الإنسان ما بنشتغل عنه يعني لما نحكي عن الإنسان لازم نحكي بأداب وتهديب بس كمان أنا ما بدي برر لازم نشوف البيئة يلي عم بيشتغلوا فيها لما ينحطوا على دوامات طويلة لما ينجبروا يعملوا دوامات طويلة لما يكون محطوط عليهم عدد مردى كتير مش مقبول ويكون حالات المردى شوي تعبانة لما مع شائط المنى قد المستوى لما بيكونوا جايين على الشغل وعطلانين هام نحنا ما قبضنا هالشهر وراح نقبض هالشهر التاني كل هول القصص كتير مهمين لنأمن بيأحادن للمرضات والمرضين ولازم يكونوا مرتحين بشغلهم ليقدروا يعطونا العناية يلي نحنا كنقابة عم نسعى لها معنى تهون بيصير فيه تعامل بين النقابة وإدارة المستشفى لتحسين الموضوع ومش بس هيك كمان غير نقابات مع الدولة لنحسن وضع التمريد بلبنان ونحافظ عن مرضاتنا ومرضيننا إن شاء الله إذا بنا نحكي كمان عن مشاريعكم كنقابة عن مشاريع النقيبة الجديدة صار لك أقل من سنة بشوي دكتور شو عم بيكون فيه أشياء جديدة دايما لازم يمكن يكون فيه تجديد أو تحسين أو تماشى مع المجتمع يلي نحنا موجودين فيه شو الجديد؟ في حملة كمان عم بتكون رانيا نحنا نقابة جديدة بلشنا بالألفين واثنين وهون بدي وجه تحية لكل النقابة اللي سبقوني وعايدهم وعايد كل المرضات ومرضين من شاشة الام تي في وقول شو صر نجاحنا نقابة صغيرة وصلت لها المستوى لأنه نحنا منكمل على شغل بعض مش مهم الشخص في برنامج النقابة بس أكيد كل نقيبة بيجي بحطة تشتبعه أنا وقتها جيت رفعت شعارين الإعلام في التمريد وأنا بشكركم لأنه أنتوا كنتوا الدعمين والسياسة في التمريد بس السياسة في التمريد مش السياسة اللي بنعرفها مش نسيس الممردين مش نسيس الممردين بالعكس نستعمل السياسة لنقدر نحنا نمشي مشاريعنا لأنه عنا مشروعين أوانين هلأ موجودين بمجلس النواب نحنا اللي هنه يلي هنه مشروع التعليم المستمر الإلزامي يلي هيدا رح يخلي مستوى التمريد من الشمال لجنوب من البقاء للبحر مبدئيا زيته بكل المستشفيات كبيرة وصغيرة خاصة وعامة وعندنا المشروع التاني مشروع تنظيم مهنة التمريد إعادة النظر بمشروع تنظيم مهنة التمريد تماش بقى كل حدا بيحطره بأبيض بيقول أنا ممرد وممرضى دا العالم عن جد يعرفه شو يعني ممرض وممرضى اليوم في حاجة لممرضين بالمستشفيات؟ في حاجة باللبنان وفي حاجة بالعالم كله وهون الخوف لأن مرضاتنا ومرضينا مستوى هون كتير منيح وعم بيطلبوهم ومين عم بيروح؟ الأحسن والأسكى والأشطر مين عم يدفع التمن؟ الشعب اللبناني منشان هيك منقول منطلب من الشعب اللبناني منطلب من الأعلام ساعدونا دعمونا لنقدر نحصل حقوق لمرضاتنا ومرضينا وأهمهم سلسلة رتب ورواتب لنقدر نخلي الأحسن والأشطر والأسكى بالبلد لا يهتم فينا الحملة اللي عم تقوموا فيها قريبا خلينا ناخد بعض التفاصيل وعن عنوانها أيضا الحملة هذه الحملة عنوانها نثقوا بكم لأن الثقة هي عنوان لكل شيء إذا ما في ثقة ما في شيء وحملتنا حملتنا بير إعلامية يعني نحنا بالجو وهون منشكر شركة طيران الشرق الأوسط لأنه نحنا بموجودين على كل تبع طيران الشرق الأوسط نحنا موجودين بالمطار كل حدا فيت على المطار أو تارك فيت على لبنان أو تارك لبنان راح يشوف نقابة المرضات والمرضين كل حدا ماشي على الطرقات راح يشوف الأعلانات ونحنا بنشكر البلديات في بلديات ساعدتنا نحنا بنشكر هيئة شؤون المرأة لأنها دعمتنا نشكر وزارة الصحة لأنه حاطين نحنا اتنين بانويات كبار وزارة الصحة نشكر وزارة الاتصالات يلي كمان عم تبعت لكل الشعب اللبناني اس ام اس ويمكن يكون وصلك أو رح يصلك تدريجيا بس شو أهداف هالحملة أهداف هالحملة أول شي لنفرج العالم أنه نحنا مش لحالنا نحنا عنا شركاء يلي بيقدروا يدعمونا نحنا قوية ما بق بدي اسمع المرضات والمرضين ضعاف نحنا مش ضعاف نحنا القلب النابد للقطاع الصحي بلنا ما في صحة بالبنان وهيدا الشي لازم كل العالم يعرفوه تاني شي تنجدد الثقة بين مرضاتنا ومرضينا لأنه بوقت ما حسينيهن أنه هني هيك صار في كتير حكي سيئة وصالبي حكي وصاروا هيكي ما عندهم سئة بحالهم قلهم لا نحنا فخورين فيكم نحنا حدكم نحنا مش لحالنا في سياسيين الرؤساء رح يعملوا تويت الأعلام ونطلب منك تويت معنا بكرة بحاشتاك ناثقوا بكم نقابة الممرضات والممرضين ونحنا بنوثق فيكم كمان ونحنا بحاجة لكم وهيدا الأهم بدنا نشكريكم إليك يعطيك ألف عافية ونعاد عليك دكتور ميرنا أبي عبدالله دومت نائب الممرضات والممرضين بلبنان نحنا مشهد بميرنا تكتور ميرنا شكرا